نرحب بضيفنا عبر الهاتف الباحث في علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الكريم غانم للحديث والتعليق أيضا عن هذا الموضوع مرحبا بك دكتور بعد عودة الزخم للأزمة اليمنية نتيجة الاتفاق السعودي الإيراني برأيك هل ينجح المبعوث الأممي في الاستفادة من هذا الاتفاق وتحويله إلى هدنة دائمة في اليمن؟ بخصوص الهدنة الدائمة يمكن أن يتحول الوضع الحالي إلى مصر الهدنة الدائمة لكن الإشكالية في إمكانية تحويل هذه الهدنة إلى سلام دائم وإمكانية تحويل أيضا هذه الهدنة إلى حل سلمي التقارب الإيراني من الطبيعي أن يضي إلى توسيع الهدنة لعام مثلا لكن هل هذا الشيء ما هو مطلوب من المبعوث الأممي؟ المطلوب أعتقد أكثر من ذلك المطلوب هو حل المشكلة اليمنية وإحلال وهذا أعتقد أن الاتفاق السعودي الإيراني قادر على أن يفققه فارتباط جماعة الحوثي بإيران ليس كارتباط حزب الله بإيران لأن الحوثيين لهم هامش استقلال في قرارهم أكبر مما هو الحل في إيران نعم دعني فقط أضيف نقطة بما أنك ذكرت ارتباط الحوثيين بإيران ربما سمعت عن ما أوردته صحيفة وولستريت جورنال والتي تحدثت عن تأكيدات إيرانية حول التوقف عن تزويد الحوثيين بشحنات الأسلحة هل طهران جادة فيما تعهدت به برأيك؟ إيران تجيد المناورات وعاهدناها دائما هي في السابق لم تكن تعرف بأنها تسلح قماعة الحوثي فعملية استسلح لقماعة الحوثي كانت تتم سراً إضافة إلى أن الميليشيات خلال الصنوات الماضية قد راكمت أسلحة كبيرة ترطانها إلى لدى الميليشيات الحوثية من الأسلحة الإيرانية أو بالتالي ليس لي مثل هذا القرار فاعلية كبيرة في تقديري أشكرك جزيل الشكر كنت معنا عبر الهاتف الباحث في علم الاجتماع السياسي الدكتور عبدالكريم غاني ترجمة نانسي قنقر